المهتمين ومعنيين بعمل وزارة الثقافة ودوائر نشاطها كانوا سعداء جدا بارتباط اسم السيدة الدكتورة السيدة إيناسة عبدالدايم بأنها أصبحت هي وزيرة الثقافة في مصر طول عمرها مرتبطة بالعمل الثقافي يعني آخر طبعا منصب كان بتتحمل مسؤوليته در الأوبرا المصرية مش هادر أتكلم عنها أكتر من كده في حقيقة لأنها تبقى عندي شهادة شخصية مجروحة أفضل أني ما ميلش قوي بأن أنا أقولها لكن هي عازفة موهوبة كمان ارتبطت بإدارة العمل الثقافي في مصر في مسؤولات مختلفة وكتير جدا وبالتالي كانت لمحة إيجابية جدا النهاردة بالنسبة للناس المهتمة بالوسط الثقافي المصري وبعودة نشاطه كانت مرتبطة بوجود دكتورة إيناس عبدالدايم